بالعلم بل بالأدب تنهى لأعلى الرتبي فعش حياة العلماء وقرأت صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين أما بعد أبناء طلاب الصف الثالث المتوسط مادة التفسير ومع الوحدة الأولى والدرس الأول حفظ صورة الحجرات من الآية 1 إلى الآية 8 أهداف الدرس تلاوة الآيات تلاوة صحيحة حفظ صورة الحجرات من 1 إلى 8 تطبيق أحكام التجويد أثناء تلاوة الصورة ومعرفة معاني الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أبناء الطلاب من المهم جيدا أن نركز على أحكام التجويد التي جاءت بالآيات فنأتي لتلاوة الآيات مرة ثانية ونركز على أحكام التجويد انتبه معي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله انظر لابد من الغنة أن تغن كلمة إن الله سميع عليم سميع عليم ما ينفع أن نقول سميع عليم هذا خطأ فلنقول سميع عليم لأن هذه تنوين سميع تنوين وجاء بعد التنوين حرف العين وهذا العين من حروف الإظهار لأن حروف الإظهار همز هاء عين حاء غين خاء فجاء بعد التنوين حرف العين فنقول سميع نظهر النون الساكين نقول سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ما ينفع أن نقول أصواتكم خطأ لأن التأ مرقق والصد مفخام فنقول أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم نقول أن تحبط نون ساكينه جاء بعدها حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء حروف الإخفاء والتي كما هو معروف مجموعة في قول الشاعر صف ذا ثنى في أول حرف من كل كلمة استخرج أول حرف من كل كلمة تأتي لك حروف الإخفاء صف ذا ثنى كم جاد شخص كالسماء دم طيبا زد في تقى ضع ضالما أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كلمة وأنتم أيضا نون ساكينه جاء بعدها حرف التاء فهذا إخفاء إن هذا أيضا نون مشددة لابد أن تغنه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله كذلك عندنا كلمة عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة نقول لهم مغفرة الميم الساكنة جاء بعدها ميم متحركة فنضغم الميمين هذا إضغام مثلين صغير نقول لهم مغفرة إضغام مثلين صغير وأجر عظيم نقول إيش ما نقول وأجر عظيم هذا خطأ خطأ كبير وإنما نقول وأجر عظيم لأن التنوين جاء بعده حرف العين وكما قلنا أن العين من حروف الإظهار إن الذين ينادونك من ورائي انظر ما ينفع نقول من ورائي خطأ وإنما نقول من ورائي ننسى كنا جاء بعدها حرف الواو فنقول من ورائي لماذا؟ لأن الواو من حروف الإضغام بغنة وكما قلنا أن الإضغام بغنة حروفه مجموعة في كلمة ينمو فنقول من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ما ينفع نقول غفور رحيم هذا خطأ أيضا وإنما نقول والله غفور رحيم لماذا؟ لأن جاء بعد التنوين غفور هذا تنوين جاء بعد التنوين حرف الراء والراء من حروف الإدغام بغير غنة فهذا لا تغن فيها ما نقول لا تظهرها ولا تغن فيها وإنما هذا إدغام بغير غنة والله غفور الرحيم اضغام بغير غن تضغم تضغم الراء ولكن لا تغن والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما نقول فاسق بنبأ ما نقول كده هم فاسق بنبأ جاء بعد التنوين حرف الباء والباء من حروف الإقلاب فنقلب الباء ميم فنقول فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة جاء أيضا قوما بجهالة جاء بعد التنوين حرف الباء فنقلب الباء ميما فنقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم كثير من الأمر هكذا تنطق كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا انظر فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عليم حكيم من قول عليم حكيم هذا خطأ خطأ فادح من قول والله عليم ولكن نقول والله عليم حكيم بدون غنة لأن هذا إظهار جاء بعد الميم بعد التنوين حرف الحاء والحاء من حروف الإظهار فنقول والله عليم حكيم أبناء الطلاب بعدما تعرفنا على الأحكام التجويدية في صورة الحجرات نأتي بعد ذلك ونقول عما تتحدث صورة الحجرات أولا صورة الحجرات هي مدنية نزلت في العام التاسع للهجرة عدد آياتها ثماني عشرة آية وهي من المثاني ترتيبها في المصحف التاسعة والأربعون نزلت بعد صورة المجادلة وبدأت بأسلوب النداء يا أيها الذين آمنوا ما سبب تسمية هذه الصورة بصورة الحجرات سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها تأديبا لفئة معينة وهم أجلاف العرب لأنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات أي بيوت زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكان عدد هذه الحجرات تسع حجرات لكل واحدة من زوجاته صلى الله عليه وسلم حجرة أيضا من أسباب نزول هذه الصورة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله ساميع علي سبب النزول أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم رقب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم هذا الرقب قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك يا أبو بكر فتماريا أي حتى ارتفعت أصواتهما عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض من المواضيع التي تحدثت عنها هذه الصورة أنها كغيرها من الصور المدنية تتحدث في الأحكام المتعلقة بتنظيم المجتمع الإسلامي أيضا هذه الصورة تتكلم عن فضل النزاعات بين فئتين من المؤمنين وحذرت من تفكك الجماعة وإثارة النزاعات وسوء الظن بالمسلم والتجسس والهمز واللمز والتنابس بالألقاب وبينت الصورة مبدأ الإخاء الإنساني والمساواة بين الأفراد والشعوب على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبينت أن التفاضل بينهم هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وختمت الصورة بالحديث عن الأعراب وميزت بين الإيمان والإسلام بعد ما تعرفنا على المعاني التي نضمنها هذه الصورة نأتي بعد ذلك ونختم بقراءة الآيات مرة ثانية والتي هي مقررة حفظا من الآية واحد إلى الآية ثمن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته